السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليفاركي حيزية طالبة تتحصل على البكالوريا 2024 لكن لا تعلم ما يخفي لها القدر فعلوا لنا قبل ما نحكيكم قصتها ودلوا النجام للفيديو الطالبة ليفاركي حيزية ذهبت لكي تستلمش هذا التخرج الخاصة بها بقسم بيو تيكنولوجيا كلية العلوم الطبيعية والحياة بجامعة شلف ولم تجدها فتوترت وغاضبت ومع ذلك توتر تم سرقة هاتفها في تلك اللحظة زاد التوتر والقلق عليها حيث تم نقلها إلى المستشفى ها هي اليوم تفارق الحياة بسكتة قلبية غادرت الحياة بدون شهادة التخرج لم تكتمل فرحة تخرجها ماذا سيكون ردة فعلك أيها السارق الذي ذهبت حياة إنسانة بسببه وماذا عن حزن والديها عليها بسببك كيف سيكون رقائك مع الله ربي يرحمها ويصبر أهلها وربي يهديك شباب شبابنا اليوم ربي يهديهم فعلونا باش نجيبوكم دايما جديد إن الله وإن إله يراجعون ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة إن شاء الله مع السلامة فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة